السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم امتابعنا الاعزاء النهاردة ان شاء الله هنتكلم على التقديم للصف الاول الاتدائي وكمان رياض الاطفال بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد اعلنت وزارة تباو التعليم عن بدء التقديم للصف الاول الاتدائي ورياض الاطفال اللي هو الكي جي وده بيتم عن طريق رابط التقديم لكم وان شاء الله سيب لكم ورابط التقديم في الوصف اصف الفيديو هبتدي قعط على الرابط تعالى في المنظر التحميل يسير Dios في الأول مطلعة شهادة ميلاد للطفل يوجد شهادة ميلاد فيها الرقم القومي وعمل غير شهادة ميلادس وليس سجل للطالب لان شهادة ميلاد فيها الرقم قومي التقديم غير شهادة الميلاد ح travelled الامر المصنية في اول شهادة يختلفت المصنية فقط. لو انا عمل حساب قبل كده. لو انا مسجل لابني او بنتي السنة اللي فاتت او اللي قبلها. وعامل حساب على بوابة وزارة التربية والتعليم. بابتدي اكتب الرقم القومي بواب تاع الاب. وكلمة المرور اللي انا كنت عاملهم قبل كده. تعال نبدأ مع بعض كده. انا مسلا دلوقتي اكتب الرقم القومي الخاص بيا. كوالد الطفل. الافضل باكتب الارقام بالانجليزي. وهنا برضه باكتب كلمة المرور اللي انا كنت عاملها للحساب. لو انا بقى مش فاكر كلمة المرور. ممكن اضغط على كلمة نسيت كلمة المرور. وساعتها هو هيبعت لي البيانات بتاعت الحساب ده. اما لو انا مش عامل حساب اصلا واول مرة اقدم لأولادي في المدارس. فبضغط على كلمة حساب جديد وابتدي اعمل حساب جديد وامشي مع الخطوات اللي هيتطلبها منه. بعد ما اعمل حساب جديد واكتب البيانات تاني باكتب الرقم القومي بتاع الاب. وكمان كلمة المرور اللي انا عملتها او استربيعتها. هدوس على كلمة دخول. انا بس في ملحوظة ان الموقع حاليا نكاتب ان بعض المحافظات ملاهاش تقديم في المدارس التجريبي اللغات وهي القاهرة والجيزة والسويس وبرسعيد وباني سويف وكفر الشيخ والنفية وكمان اسكندرية والاليوبية. احنا كده ساعتها نضطر ان نروح المدرسة او ان نشوف رابط المدرسة على الانترنت غير الروابط دي. طبعا لو دي ظهرت لي بضغط على علامة دي. هطلع فوق تاني هدغط على كلمة اضافة طلب. واختار رياض اطفال رسمة لغاية التجريبة مثلا. فعلا بيقول لي المحافظات دي ملاهاش تقديم تجريبي على موقع الوزارة اللي هي زي ما قلنا من شوية القاهرة والاسكندرية والجيزة والنفية والاليوبية. اما بقى المحافظات لو اخترنا المرحلة هيفتح معانا عادي فمثلا لو عاوز اسجل مثلا رياض اطفال رسم حكومة هدغط عليها. لو دوست حفظ واستمرار بيبتدي اطلب مني بيانات الطالب. هكتب الرقم القامل للطالب. وبعد كده اسم الطالب بالكامل رباعي اللي هو الاسم الاول واسم الاب واسم الجد واسم والد الجد. تاريخ ملاد الطالب. وبعدها المحافظة والنوع سواء زكرا او انسة. وجنسية الاب طبعا اكيد مصري. هنا كمان هكتب الرقم القامل للاب. وبعدها اسم الاب رباعي. وتاريخ ملاد الاب والمحافظة اللي تولدت فيها الاب. وبعد كده نروح على بقى بيانات الام جنسية الام. وكمان رقم القامل للام واسم الام رباعي. تحتها تاريخ ملاد الام والمحافظة اللي تولدت فيها الام. بالنسبة لها الاخر جزئيتين اللي هو نوع القرابة لمقدم الطالب. لو الاب هو اللي مقدم فبختار اكيد الاب. لو الام اللي مقدم عادي ممكن الام تقدم او الجد وهكذا فانا بختار حسب الشخص اللي بيقدم للطفل. وبكتب عنوان الطفل مزبوط. واخر حاجة ديانة سواء مسلم او مسيحي. بعد ما بخلص ادخل حفظ واستمرار. وهستكمل باقي البيانات. بعدها هيجي لي حاجة اسمها تحديد الرغبات. اختار باقي المدارس الاعرف والاقرب. يعني مثلا مدرسة ابو بكر الصديق ومدرسة قريبة مني باختارها الاول. بعدها مدرسة عمر بن الخطاب بعدها شوية باختارها تاني رغبة وكذا. واخر خطوة لا تأكد وطباعة. بابتدي بقى احفظ الملف ده. ونزله عندي كملف بدي اف. علشان ممكن اضعه في اي مكتبة او اي سايبر. بكده نكون سجلنا طلب التقديم للطلاب للمرحلة الابتدائية وكمان رياض الاطفال او الكيجي. بشكركم من حص المتابعة. كان معكم محمد احمد حنفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.